كل مثلا دقيقة قعد ساكت وبعد ما رجع افتكر المشهد ده رجع ارجع عاد حاج تاني والناس في السنة ما افتكرتني بقى غلص وبتاعه طلبوا لي الامن وبتشعر فاسكت كل ما حد يقول لي بتضحك علي ايه وقول له عصايص ومع عصايصا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا اكتر ممثل شفت له افلام في السنة لو نتكلم احصائيا ممكن يطلع فيه ممثلين مش في بالي يعني اللي هو اه يمكن روبرت دوني جونيور عشان ظهر في افلام كتيرة فاشخ جوة المارفل سينماتيك يونيفيرس وانا دخلتها كلها في السنة بس انا ما دخلتش الفيلم عشان روبرت دوني جونيور فلو تعيد صياغة السؤال مين اكتر ممثل دخلت له افلام في السنة بكل تأكيد عاد الامام عاد الامام من سنة كم تقريبا بدلت تدخله سينما انا اول فيلم دخلته في حياتي سينما كان فيلم عاد الامام كان فيلم الحريف مع ابو يوم بعدين ايه احاول افتكر معا كل الافلام اللي دخلتها لعاد الامام في سينما بس جانبي تشكل الحريف لا انا ده اول واحد على الاطلاق التاني اللي وراء اللي افتكره المولد حنا في القبهة اللعب مع الكبار طبعا المنسي طبعا الارهاب والكباب طبعا الارهابي طبعا هلو امريكا كان اسمه عنده كان ليه فلم اسمه هلو امريكا طبعا شفته بخيطه عاديله وبخيطه عاديله الجردل والكانكة اكيد المشبوه لا ما دخلتوش سلام يا صاحبي لا ما دخلتوش سنة استفارة في العمارة طبعا عمارتي عقبيان طبعا تجربة دنماركية طبعا امير الظلام ما دخلتوش في السنة الانسو جن لا تيرو الظلام اه طبعا انا ما قلتوش اكيد مورجان طبعا حتى لا تير الظلام حتى لا تير الدخان لا ما دخلتوش كاركون في الشارع لا دي فترة الفيديو زهايمر يتهيقلي اه الهلفوت اه بوبوس لا ما دخلتوش حسن ومرقص لا ما دخلتو لا حسن ومرقص دخلتو دخلت دخلت حسن ومرقص دخلت نصيب من الشهرة للفيلم حلو جدا محروص اكيد محروص ان اكون تحطرت من السينما فيه اصلا انا بقول لك يعني لو عدنا نفت شوية حنلاقي بيجي عشرين مثلا ليه جات لي هستيريا الدحكة غير مبررة ديت والناس اضايقت مني في السينما لأ شامس الزناتي مدخلتوش سينما الفيلم بتاع الحتة بتاع عصعيس ومعصعاصة شورة الكاسة اللي شغاله الكمال الشناوي ده مشهد اصلا بيدحكش يعني هو بالعقل كده اي حد بيشوفه مش هادحك اساسا هم وانا سبحان الله انت عارف بقى لما حاجة تلمس مع وطر صح بقيت عمل اضحك وش عارف امسك نفسك هو اضحك بصوت وريل وكل يعني كل مسلا دي قعد ساكت وبعد انا برجع افتكر المشهد ارجع اضحك تاني والناس في السينما افتكرتني بقى غلص وبتاعه طلبولي الامن وبتش عارف اسكت كل ما حد يقول لي بتضحك علي ايه وقول له عصعيس ومعصعاصة المسرحيات طب مين اكتر ممثل اجنبي دخلت له فيلم عشانه في مراحل في مرحلة كنت بتجنن كل انا اسمع ان في فيلم جديد لكيفين قوستنر بس ده افلامه ما كانش بتيجي السينما كتير اللي كان بيجي السينما كنت بدخوله السينما ما دخولهش السينما لازم اجيبهو في اتشاسا جيم كاري انا عدد بمراحلة جيم كاري طبعا ليو لا حسب الفيلم حاجات اخشها وحاجات ما خشهاش عادي دينايرو مش كل افلامه كان بتنزل السينما برضو اللي كان بينزل كنت بدخوله وحاجات كتير لا لا مش هتلاقي مش زاي عاد الامام يا جمع مش زاي عاد الامام لا امي قالت لي اصدعين دي قارت في مصرح 15 سنة ده حقيقة مخرجين اجانب طيب دي سهلة قوي ما فيه ناس كل فيلم انزلهم السينما دخلتهم من ساعة موعيت سبيلبرج حاجات قوليه لا قوي اللي ما دخلتهاش سكورسيزي حاجات قوليه لا قوي ما دخلتهاش ترنتينو كل الحاجات دخلتها ريدلي سقطت قريبا كل الحاجات دخلتها مسرحيتك المفضلة انت حر لمحمد صبح المسرحية اللي للأسف ما تتعرضش في التلفزيون انا عموما لو صنفت المسرحيات يمكن اول خمس مراكز حتلاقها كلهم محمد صبح ليه مش بتتعرض محمد صبحي في فترة من الفترات كان بيعمل مسرحيات فيها تأملات وجودية حدة قوي ما عرفش دي ما تعرضتش ليه بس كانت موجودة فيها تشاس وموجودة على اليوتيوب يا جمعا اتايل انت لو دخلتها هتجيبها على اليوتيوب سهلة وبعد كده عنده الهمجي الهمجي دا انا بتدعي ان الهمجي اكثر اثارة ان الجدل عن انت حر ومع ذلك دي تعرضت في التلفزيون مش كتير قوي بس تعرضت يعني الهمجي انا بموت فيها شايف محمد صبحي حقه مهدور مش مهدور يعني انت لو حد صغير في السن ما عصرتش محمد صبحي في التمانينات والتسعينات مش عارف قيمته المسرحية عاملة ازاي ممكن تقول دا الراجل اللي يعدي الكلام على الاخلاق وبيقول كلام غريب ونطلع ميمز ونعمل كلام زي دا دا مقبول انا مش ضده لكن اللي بيتمادى شوية ويقول ان هو تاريخه ما فيهوش حاجة او ان هو عمره ما كان فنان كويس دا الكلام اللي بيزعلني بقى اللي هو نظام لا دا يعني دي النقطة بقى اللي انا ببقى عايز يعني ومن اسوأ الحاجات اللي في الدنيا ان اي حد في الدنيا يتكلم عن حاجة هو ما يعرفش هو بالكلام عنه بس هل كان يعامل كنجم في وقته عندنا حاجة اسمها مسرحية عادل امام وحاجة اسمها مسرحية محمد صبحي الموضوع على هذا المستوى واوقات كتيرة جدا كان كل الناس عندها اتفاق مؤكد على ان مسرحية صبحي في الوقت دا افضل من مسرحية عادل امام ومسيطرة على كل حاجة عارف يعني ايه نجم وقف قصاد عادل امام في مرحلة من المراحل على احد الاصعيدات طبعا ما قربش منه في السينما افر يعني بس في المسرح لا مواسم كتير جدا مرينة بيها صبحي اولا وبعدين عادل امام يعني احسن من سامير غنيم كاكوميديا في المسرحيات دا كان جاو دا كان جاو المسرحيات محمد صبحي يا بيه بقولك عمل مسرحية فيها رهان ما بين الشياطين والملايكة على ما اذا كانت البصلة الاخلاقية بتاعة البشر بتتدهور مع مرور الزمن ولا بتتطور هل تسمع عن حد تاني عمل مسرحية اصلية مش بتكلم بقى على حاجات من الموروثات مسرحية اصلية من التمانينات لحد النهاردة بتتناول الموضوع دا ولما اقولك انها مسرحية كوميديا بتشخخ من الضحة ما هواش مسرح دولة ما هواش مسرح درامي ما هواش مسرح تجريبي اسمها ايه المسرحية دا تسمعها لها مجي يعني حضرتك عايز تقول ان صبحي افضل من عادل امام تحدث كأنك هدرس تفتكر فيه مسرحية هتتعمل على المستوى دا في وقتنا لا ابعد ما نكون عن امكانية ان حاجة زي كده تحسن ابعد ما نكون المسرح دلوقتي في الارض المسرح دلوقتي هو فيه مسرح مسرح ايه مين الاقرب ليك يا مهدي قسامة انور وكاشة ولا وحيد حامد وحيد حامد ابو سلمان عامل حلقة مع شوقي بيتكلموا فيها عن افلام وحيد حامد من امت عما يمكن لازم تتفرجوا عليها حلقة جديدة على سينماتولوجي لما الناس بتحكي عن ذكراتها مع المسرح بنتحصر اننا مش عارفين نعمل كده حصرة فيه محلها بكل تأكيد طب فيه خطوات ممكن يرجع بيها المسرح يعني ممكن الدولة تاخد خطوات جديدة لقاعدة المسرح ولا حنفضل احنا كجيل انا شايف ان الموضوع مرتبط ولا يمكن فصله عن اللي كنت اتكلمت عنه قبل كده في مفهوم النجومية دلوقتي وما يدفع الممثل لانه يجتهد ويشتغل علشان يحقق انتشاره تعالوا نفكر فيها تاني عارف يعني ايه ممثل مرتبط بانه يعرض كل يوم لفترة يعني مش هقارن بصبحي كانت مصرحيته بالتلات اربع اخمس سنين عاد الامام بالخمستاشر والعشرين سنة سهير البابلي بالاربع اخمس سنين سامير غنم بالتلات اربع سنين وما فيش حاجة اسمها يوم من غير مصرح يعني بياخدوا اجازات قاف بعد الاحيان وبتاع بس يعني فصل مصرح يبقى هو خلص خلص المصرحيدي ودخل في البعدها يعني بيعمل بروفات وابتدى التحضير قبل ما المصرحيدي تخلص عشان تتصور استعدادا بقى للتلفزيون والفيديو والكلام ده وفي نفس الوقت يبتدي يحضر المصرحيات لبعدها يعني السايكل بتاعتك كممثل انك بتظهر كل يوم على المصرح في التلتمية خمسة وستين يوم في السنة على الاقل تلتمية يوم لمدة خمسة وعشرين تلاتين سنة. ليه كانوا بيعملوا كده زمان؟ لانا ما كانش فيه حاجة تانية غير المصرح والتلفزيون والسينما يعني انت لو عاوزت تكون بتشتغل يا ليك افلام مطلوب في السينما على طول يا ممثل تلفزيوني يا عندك مسلسلات مسلسلات طول الوقت يا اما ما اقدرش ابط المصرح هو ده شغلي هو ده عملي هو ده المين بتاعتي مع الناس واحد زي عاد الامام حالة استثنائية قاتلة لانه كان مطلوب في التلاتة. الحاجة الوحيدة بس اللي هو اغفلها او تنازل عنها لانه مستحيل خلاص تشتغل التلاتة مع بعض هو التلفزيون. كان بيعمل حاجة ويغيب كتير ويعمل حاجة ويغيب كتير وكلام زي ده بس ما كانش فيه حاجة تانية بيعملوها كانوش بيعملو اي حاجة تانية. تم تخيل؟ فكر بقى في دلوقتي الاعلانات اللقاءات السفريات الحفلات الحاجات. يا باشا فيه ممثلين بالهبل بالهبل بجميع بتاعتهم لمجرد ان هو ينزل يحضر حفلة بياخد فلوس كأنه عرض مصرح او اكتر كمان. فدول بقى عندهم مستمرة مع الجمهور وهما ما بيشتغلوش في اي ميديم من التلاتة. كنت بتكلم مع واحد صديقي من فترة على موضوع مهرجان الجونة والكلام ده. وانا بقول له ارجب لي مهرجان الجونة ومن قبله مهرجان دبي ممكن يتقال عليه ان هو اكتر مهرجان فيه كثافة حضور نجوم على وجه الكرة الارضية. يمكن يكون اكتر من كأنه وفينيس كمان مع الوضع في الاعتبار الفارق. يعني اللي بيجوا عندنا احنا نجوم منطقتنا واللي بيجوا عندهم هما نجوم منطقتهم. بس هما هناك ما حدش بيروح غير لما يكون عنده حاجة بتتعرض. يعني انت لو مشيت على ريد كاربيت بتاع كأنه فانت يا امه بتتكرم يا امه ليك فيلم. غير كده انت مش موجود. قدر بقى مهرجان الجونة ولا مهرجان دبي قبل ما يوقف ولا الكلام ده كله. مين اللي مشي على ريد كاربيت؟ مين حضر المهرجان؟ ومين عنده افلام بتتعرض في المهرجان؟ يعني انا ادعي ان في حتة زي كان ولا فينيس ولا المهرجانات العالمية ولا بيرلان ولا الكلام ده نسبة النجوم اللي بتحضر مقابل الاعمال اللي بتتعرض اتنين لوحد. يعني حتقول نجم ليه فيلم ونجم ملوش فيلم. نجم ليه فيلم ونجم ملوش فيلم. ويمكن اكون انا كده ببالغ شوية يعني فاهم؟ عندنا احنا كام لوحد عشرة لوحد خمستاشر لوحد عشرين لوحد نجوم نجوم مش ممثل عابر ولا وجه جديد نجوم وتيجي تسأله مشتغلوا في ايه بعضهم مشتغلش اصلا عمره مشتغل مش اشتغل بسعطلان يعني هو نجم وكان لي افلام بس بقاله تلات اربعة سنين مريح ده مفهوم التخفيه ده فيه ناس مشتغلتش من اساس نرجع بقى للأساس يعملوا مصرح ليه مين يعمل مصرح ليه مين اكبر نجم في مصر كريم عبدالعزيز احمد عز كامر حسني يعمل مصرح ليه مصرحيات مصرية في السعودية علشان العرض اربعة خمسة ايام بنيجي بسرعة ناخد فلوس قد كده ونرجع تاني ده بالنسبة له الظهور في المصرحية زي الظهور في حفلة بالزبط هنا دي بيحاول هنا دي يحاول يشكر جدا على انه بيحاول بس هل نقدر نقول انه حولته كتنكحة المصرحية الاخرانية اللي عملها مش فاكر كان اسمها ايه تعرضت في مصر شوية وتعرضت في السعودية شوية وبعد دي ما وقفت كانت نكحة يعني كده اشرف الباقي عمل انجاز بقى اشرف عبد الباقي لم ممثلين محدش يعرفهم عملهم نجوم وربطهم بعقود علشان يقدموا سكتشات مصرحية تلفزيونية اه طبعا مصرحية لانه ناس كان بتاحدة بتقطع تذكر وبتروح تتفرج بس الهدف الاساسي منها او المركز انتشارها كان العروض التلفزيونية على الان بي سي فده مش مصرح قوي هو حاجة بس مش مصرح بالمفهوم اللي احنا عارفينه مش مصرح يخليك تنزل من بيتك ينهر سود ده انا معايا تذكرت الزعين ده بقى اللي انا بقولك ان احنا كنا عايشينه زمان انا معايا تذكره لزعين انت عارف يعني ايه معايا تذكره لتخريف معايا تذكره لعرصيف عارف يعني ايه يقعد ينحر من قلبه تلت ساعات لاربع ساعات كل يوم تلتمية يوم من تلتمية خمسة وستين يوم بتوع السنة دول بالمفهوم اللي عيدة بتوع النهاردة بيحصل لهم ايه. وفي النصة يصور فيلم ساعة اكتنين يمكن يظهر في المسلسل. بس لا عنده سوشال ميديا ولا عنده لقاءات ولا عنده هبابات ولا عنده انعارة فرغة ولا عنده منزلة فضية ولا عنده نشفة ولا عنده حاجات من دي عاوز الناس تفضل عرفاك لازم تفضل تشتغل بس! خيرون يطلعوا مع سمير صابري هذا المساء وحدث يا نهار اسود. هطلع مع مفيد فوز يا نسيب الشارع ونطلع عشان فيه نجمة حيظهر مع مفيد فوزي النهار ده كلام صريح جدا جدا بتاع مونة الحسيني جيب نجوم يا جدعان دي حتجيبهو مثلين بجد حشوفه مرة بيتكلمه زي ما يكونوا ما بيمثلوش هو المسرح عموما في العالم يعتبر دلوقتي مفرخة مواهب للسينما علشان لسه التقليد موجود برا لسه فيه برودوي ولسه فيه المسارح بتاعت انجلترا ولسه فيه الكلام ده روايات ما بتاخدش وقت كبير جدا بس عمليات انتجية من من اصعب ما يمكن حاجات مش عبيطة حاجات مش سهلة بيعرضوا لعدد معين من الايام وشايفين نداية حاجة لان ليها جمهور الناس حتنزل تروح مسارح برودوي يسمعوا ان فيه مصرحية فيها هانكس ولا فيها دينيرو ولا فيها باتشينو ولا فيها جيمس كانال لا يرحمه ولا فيها معرفش مين ده حنزل سيب كل حاجة وانزل لسه التقليد محافظ عليه بس هم عندهم النجوم مش مرترطة زي ما عندنا كده ومش فاضيين زي اللي عندنا كده برضو لس عشان تفضل اه اه كيميل بيجيب ناس كل يوم وكولبير بيجيب ناس كل يوم وإيلن كانت بتجيب ناس كل يوم وكوردن كانت بيجيب ناس كل يوم بس هم خمس ست برامج اللي بيجيبوا ناس ويجيبوا ناس لسبب ليك مسرحية ليك فيلم ليك مسلسل كسبت جايزة اصدرت كتاب مش طلعت في تكتوكاية جابت 2 مليون مش ظهرت في وسطان من غير بطانة تعمل حاجة تاخد تكريم تعملش حاجة تنسي لو انت مطلوب في تلفزيون ولا انت مطلوب في السينما ولا انت مطلوب في مصر حمال بتعمل ايه يا ابني ممتوين 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 اشتركوا في القناة